موسيقى الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلى الله عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله محظر قضاء يسأل عن طريقة إخراج الزكاة يقول منذ سنتين ونصف ونحن نعمل في مجال التبليغات الجزائية المكلف بها من طرف المحاكم دون أن تقضى أتعابنا عامين ونص والمحلفين القضائيين يخدموا ويبلغوا في الأحكام للناس وما زال ما خلصوهمش دون أن تقضى أتعابنا بلغنا مؤخرا من طرف المحاكم أنهم سيسددون لنا أتعابنا مرة واحدة بأثار رجعي السؤال كيف نخرج زكاة هذه الأموال أولا نبهو الناس إلى أن مهنة المحلف القضائي مهنة شريفة لأنه يستحيل إقامة العدل ويستحيل أن تقوم العدالة إلا إذا كان فيه محلف قضائي يبلغ الأحكام تع المحاكم ويبلغ للناس تواريخ تع الوقوف في المحاكم ويبلغ يعني الأحكام التي تصدر يعني المحلف القضائي هذا ما عندوش علاقة بالحكم لا يحكم لا دخل له في الحكم وإنما هو يبلغ الأحكام لأصحابها وهذا المحلفين القضائيين واش يعانوا عجب يعانوا عجب يعني أشياء عجيبة خطرات يكلفه المحكمة تكلفه يبلغ حكم يروح يبلغ هذا الحكم في قرية ولا في فيلا حاشاك يخرج عليه كلب يجريموا له كلب ويعضوا خطرات يروح يبلغ حكم ما يعجبش هذوك الناس لأن مشكلتهم مع المحكمة ماشي مع المحلف يضربوه ويحاوزوه ويشتموه ويعتقدوا بهو السبب يعني هو مادم هو بلغ لهم كأنه هو ليصدروا الحكم هذا خطأ على المجتمع أن يحسن النظر أن تعو إلى المبلغ هذا إنسان مبلغ يبلغ لك ما عندوش علاقة بالحكم إذا يفرح ولا ما يفرحش سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءت له يماه جاءت له يماه قاتله يا عمر الناس قعري ضدك الناس قعري تشكي منك واحد ما روي حبك واحد ما فرحان بيك واش قال لها شوف سيدنا عمر قالها يا يما وقيلت خلتي من الباب اللي حكمت ضدهم روحي خرجي ودخلي من الباب اللي حكمت للمصرحان تحهم خرجت عاودة دخلت بالباب تعالناس اللي حكم لصالحهم واش قاتلوا قاتلوا يا عمر الامة قاعة راضي عليك الناس قاعة يتدعي لك بالخير الناس قاعة يتحبك الناس قاعة يفرحانة بيك شفتو كيف إذن إنسان ما تحكمش انت على إنسان زي ما جاب لك بلاغ ما شيف صالحك ما عندها هو ما شيف صالح لا لا ما شيف هو ما شيف صالح هو لا يحكم هذا المحدر القضائي هو يبلغ هذا ما كان ما للإخوة المحلفين القضائيين أحيني فحفحوكم إن شاء الله وهك بلغت النابل إحنياتكم شهرية عامين ونص يا سعدها لرجلها محلف قضائي أحي جيدكم شكارة صحيحة يعني ما شاء الله ما لها كيف تخرجوا الزكاة أولاً الزكاة تخرجوها حاولوا تفهموا لأنه كي ينفت واحد وخارها باطلة تخرجوها من نهار تقبضوا المال كي تقبض المال تدور بها عام تزكي من نهار المال يدخل للحساب انتعك هذا الفتوال يقول لهم بللي من نهار أعلنت الدولة يعني من نهار المحكامة قاتلكم بللي أنا حنعطيكم مالكم بآثر رجعي قال لك من هدك نهار تبدأت حسب هذه فتوى خاطئة هذا كنهار المحلف القضاء ما كانش عنده درهم درهمهم عند الدولة كان عاجز عن تنميتها مايش في القبضة ما دخلتش في القبضة انتاعه والزكاة يخرجها الإنسان إذا دخلت إلى القبضة انتاعه ما رايش ماله هذا كنهار كانت مال الدولة ومبالك عندهم عام ولا عامين هم يقولوا لهم راح نخلصوكم بآثرنا رجعي إذا نفهم حاولوا تفهموا تبدأ تحسب من هار المال يدخل إلى حسابك تدور سنة وتزكي إذا كان فيه هنا يصاب هل تنحيوا الرسوم بتاع الدولة ولا ما تنحوهاش لا انت تزكي عن جميع مالك ومن بعدها خلص الدولة ولذلك الدولة يعني المفروض انت على سبوشاني فهم السؤال بل المحلف القضائي يدي مئة ألف والدولة دا يرى وقيلها عشرين ألف ولا عشرين ألف ولا خمسة وعشرين ولا اثنين وخمسين ألف ولا هي رسوم المحلف يقدمها للدولة الآن إذا إذا لما انت تخلص على المواطن يقول لك هذه درهمك وهذه درهم الدولة مع انت انت شغلك مكلف فقط تبلغها للدولة هنا ما تزكيش على درهم الدولة تعتطيها للدولة والدولة الدبرة ستزكي على درهمك أما إذا يعني يعطيه لك درهم ليك على أسس أنها ملكك ومع بعد انت تخلص الدولة كيما مواطن يخلص الكرة كيما يخلص تريسيتي هنا يمشي وحي نحي حق الكهرباء وحق الكرة ويزكي لا لا يزكي على ماله ونهار الجهة الكرة بيخلصها ونهار الجهة الكرة يخلص الكرة ونهار الجهة الماء يخلص الماء إذا نحاول أي كان واحد شعرا في الوسط إذا في البداية يقول لك هاي درهمك وهذه درهم الدولة أنت لا تزكي مال الدولة إذا هذا المال كله انتعك ومن بعد أنت مطالب تدفع للدولة كما يدفع أي مواطن هنا تزكي جميع المال وتخلص الباقي فهمت؟ إن شاء الله ندعي وربي واحد الفكرة أني حب نقولها إن شاء الله يسمحها وزير عدل أولا إن شاء الله يأطول المحلفين القضائين حق التنقل باش يتنقل لأنه محلف قضائي باش يوصل للبلاغات هاو مرة في دار مرة في بحيرة مرة في جنان مرة لازم يقطع الواد مرة يطلع الجبل مرة يطلع عمارة تعتناش طابق مرة في كوري مرة في فيلا يعني مطاف مسكين وإن داية يعطلهم حق التنقل هذه وحدة ثانيا حق المخاطرة المخاطرة إنسان ريح البيوت الناس ما هوش عارف أحكيت لكم كاين محلفين قضائيين لما يدي الحكم يصيب حشك كل بيجري موراه يعني يعني مصيبة كاين يتضربوه كاين يتعرض حتى للاغتيال وهذا واقع يعني يعطلهم حق المخاطرة يعطلوا حق المؤدي مخاطرة إذا عندوا حق المخاطرة حق التنقل هذه حقوق يعني لابد من إعطائها مال إن شاء الله ستكون أكفهمت الأستاذ الكريم سائل يقول هل يمكنني أن أقرأ من المصحف أثناء الصلاة سواء المفروضة أو النافلة فهناك الصور معينة كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأها مثلا السجدة في صلاة الجمعة والإنسان هل يجوز القراءة من المصحف قلت القراءة من المصحف في البيوت جائزة في صلاة النافلة في صلاة النافلة وحاولوا ما تهينوش المصحف كاين يشد المصحف في قراءة كي يهبط يزد يحطه مع الأرض ولا يكارته مع الأرض لا لا تشده عالي كي تكون هبط يحطه عالي يعني في مكان عالي النافلة أما الفارضة فلا تصح بحمل المصحف فلا تصح الفارضة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وهو فعل كثير وحمل شيء فيه أو في فمه تحمل شيء يعني أقدر المصحف يعني لا يصح و هذه قراءة صورة الجمعة في صلاة الصبح من كل جمعة يعني الإمامال كرهها على كرهها لأن الناس لو يعتقدوا بلي واجبة كل جمعة الإمام يصلي بهم الجمعة و يسجد و لما يسجدوا لو يعتقدوا بلي صلاة صبح ثلاثة ركعات فالإمامالك انصح الأئمة وش عليه جمعة جيبها جمعة ما تجيبها باش ما يعتقدوش الناس بلي صلاة صبح ثلاثة ركعات و قد روى المعيار أن في إفريقيا صلى بهم إمام الجمعة في صلاة الصبح و إمام في يوم الجمعة في صلاة الصبح و لم يقرأ الجمعة فضربوه حتى قتلوه لأنهم يعتقدوا بلي صلاة صبح ثلاثة ركعات إذن الأئمة و من يقتدى به لا يفعل هذا و إنما يفعلها مرة على مرة حتى الناس بيعتقدوش بلي واجبة سائل يقول لي صديق ما كث في السجن مدة تزيد عن أربع سنين و عندما خرج الحمد لله من السجن يسأل هل عليه أن يعيد الفاتحة الشرعية على زوجته نظر لطول مدة الغياب لا يا أخي هي زوجته الطلاق لم يقع و لو يقعد عشرين سنة في الحبس الطلاق لم يقع ما لم يقعه الزوج و ما لم تقعه المحكمة فهي زوجته من يعوش الفاتحة أي مرت مرت على كتاب الله و سنة رسوله قعد في السجن ربع سنين خرج من السجن فهي زوجته فهمت أو لم أفهمت سائلة تقول أنا سيدة مريضة بضعف البصر الشديد أرجو منكم الدعاء لي بالشفاء حتى يصير قويا و حديدا أعلى يا أختي ندعو لك برك البصر تعاكي و لي سليم أما البصر تعاكي و لي حديد و هيقري تفسير قبل الله تبارك وتعالى فبصرك اليوم حديد أرجوك أدعو الله بالشفاء بالشفاء التام سائلة من البيض أسأل الله أن يشفيك أسأل الله أن يخفف عنك أسأل الله أن يقوي بصرك أسأل الله أن يعافيك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الأذى عنكي اللهم إن الداء أداؤك و إن الشفاء شفاءك اللهم اشفي هذا الأخت انتعنا من البيض باش تقول لي تشوفي إن شاء الله هذا وش ندعو لك ما ندعو لك ش بصرك يقول لي حديد على ش حديد يا أختي خليه غير بصر مليحك عباد الله سائل من العاصمة يقول بلغ مال النصاب و قبل حوالان الحول صرفت منه فنقص عن النصاب فهل أزكيه لا لا زكاة عليك ما عليك زكاة كان عندك مئة مليون قعد شهر شهر وتوجب الزكاة أروح تشريد حاجة نقصت قال تشريد سيارة انقص و إلاهو عشرين مليون و عشر ملايين ما فيهم الزكاة لا شيء عليك و واش قال العلماء إلا عند التحايل التحايل واحد يعرفه بالإحيل هنا المسؤول يعني الحاكم ينحيهم الولو بالقوة يعني هنا إذا در حيلة قال عندي مليار ولا زوج ملايير يخلي كي تقعد سمانة برك باش يخرج الزكاة يروح المرتو يقول هيا يا مرتي و أنت يا منها تزوجنا ما كرمتك شو ما عطيتك والو هيا هاك يزوج ملايير المرأة تفرح هو حيلي غير يجوز السمانة هذه العشر يام بتاع الزكاة يعود يولي لها آوة يا مرأة نحصلنا و راح ينحلنا الدار و أنيحب الشيء قطعة أرض رديهم لي باش يعله باش يجوز مرحلة الزكاة و هي مشيدة رهمه فهمتوها عنده مئتين نعجة غير يجي وقت الزكاة يعطيها البنت غير يجوز وقت الزكاة ينحيهم لها إذا كين تحايله هنا ينحيهم له إذا ما كنت تحايله فلا شيء عليه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته